تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 299 قضية تموينية بمضبطات قرابة 48 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية تمضبط ما يقرب من 26 طن سلع غذائية في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي لاستلع الغذائية تمضبط أكثر من 11.5 طن وفي مجال الاستلاء على السلع المدعومة تمضبط أكثر من 7 أطنان دقيق مدعم وسكر تمويني تمضبط 358 قضية في مجال قضايا المخابز من بينها 62 قضية خبز ناقص الوزن و73 قضية خبز غير مطابق للمواصفات